خير النبيين لم يذكر على شفة إلا وصلت عليه العجم والعظم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الأخوة الكرام والأخوات الكريمات يجب علينا حين نشاهد هذه الإساءات للنبي صلى الله عليه وسلم أن نجيب عليها بما يوضح كذب هذه الادعاءات وزيفها وبطلانها ولكن أيها الأخوة الكرام يجب علينا يعني هناك قاعدة تقول من لم يفقه أهل زمانه فليس بفقيه ولو حفظ الكتب فيجب علينا أن نجيب بلغة الحصر وباللغة التي يفهمها الناس حتى يستيعبوا علينا ما نقول فأنا ألاحظ في خلال هذه الأزمة يعني أنه تنتشر كثير بشكل كثير يعني ليس بشكل قليل أمور الشعر والأبيات الشعرية وفيها يتم استدعاء إقامة النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا حسان ليرد على الذين كانوا يهجونه صلى الله عليه وسلم هذا الأمر حين ندرس تفاصيله ودقائقه نجد أولا الشاعر في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان يمثل ما يوازي يعني اليوم وزارة الإعلام بالتالي هو ليس عملية شعر وقول شعر موزون فقط إنما هذا له تأثير في الواقع وفي المجتمع هذه نقطة أولى النقطة الثانية الشعر ديوان العرب وبالتالي كانت هذه هي اللغة التي يفهم بها العرب واللغة التي يعني يوصل العرب من خلالها ما يريدون إيصاله ويخلدون ما يريدون تخليده أما النقطة الثالثة فإن الشعر كان يوثل بالنسبة للعرب أرقى لغة يتكلمون بها أو أرقى أسلوب يتكلمون به بالتالي إذا أردنا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وبإقامته لسيدنا حسان بن ثابت رضي الله عنهم ليرد على الذين أساءوا له صلى الله عليه وسلم يجب أن نتكلم بلغة عصرنا ولغة عصرنا كما نعلم ليست الشعر الشعر القصائد هذه جيدة يا أخوة أنا لا أقول ليست جيدة ولكن ما هو مقدار تحقيقها لرد هذه الإساءة عن النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن أن الشعر موجه اليوم للعرب بالتالي هل الذين يسؤون اليوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم عرب أم غير عرب يا أخوة اليوم لغة العصر هي لغة الإعلام ولغة الإنتاج وللأسف فلننظر إلى وضعنا إعلاميا ولننظر إلى وضعنا إنتاجيا وصناعيا للأسف نحن لم ندخل عصر الصناعي بعد فإذا أردنا أن نرد على هذه الإساءات بالحد الأفضل بالحد الذي ينال أكبر وأكثر رضا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب أن نعمل على تحسين أوضاعنا في هذين المجالين في المجال الإعلامي وفي المجال الصناعي حين ينظر الناس إلى المسلمين ويجدون أنهم يأكلون مما يصنعوا غيرهم يستهلكون ما ينتج غيرهم هذا هل سيحقق جذبا للإسلام أم سيحقق نفورا عنه هذا لا شك أنه سيبعد الناس عن الإسلام ولكن الله عز وجل سبحان الله يعني جعل في الإسلام قوة تنجاذبه رغم هذه الظروف كلها ما يزال الإسلام ينتشر ويكسب قلوبا جديدة نزيئة تبحث عن الحق بالتالي إذا أردنا وهذا يعني لا شك أنه أحد أكثر الأسباب التي تستفزها أولا المتطرفين الفرنسيين ليسئوا للنبي صلى الله عليه وسلم من غيظهم ولأهداف أخرى يعني يريدون أن يحققوها بالتالي أيها الأخو الكرام إذا أردنا أن نرد عن هذه الإساءات وننصر نبينا بالحد الأعلى لا بالحد الأدنى فعلينا أن نفهم لغة العصر ونجيب من خلالها وننشر دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم ونوضح الحقائق من دون تزيف ولا تزوير والحمد لله رب العالمين لم يذكر على شفة إلا وصلت عليه العجم والعضاء